اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان حانوا يعني من المشاكل اللي بتقابل كتير مننا انه نلاقي كتب مناسبة لولادنا تتماشى مع العداد والثقافات والتراث اللي احنا اتربنا عليه وفي نفس الوقت كمان تتماشى مع مستجدات العصر ووسط طبعا يعني منافسة كبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي والقنوات كمان الاجنبية علشان كده احنا نتكلم في اطلاق وزارة الثقافة لأكبر جائزة للأدب ورسوم الطفل هنتكلم بالتفصيل عنها مع الأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل صباح الخير على حضرتك اهلا سواح النور واهلا بحضراتكم عايزة عرب بداية فكرتوا ازاي في الجائزة دي واهمية اطلاق جائزة خاصة بالأدب للطفل تمام هو طبعا في مبادرة مهمة جدا من معالي وزارة الثقافة بالاحتفال بعشرينيات القرن الماضي عشرينيات القرن الماضي هي كانت انطلاقة مهمة جدا للثقافة والفنون مش في مصر بس والعالم العربي ككل لما فكرنا ايه المناسب لأدب الطفل لقينا ان في العشرينيات ايضا كانت الانطلاقة الكبيرة لأدب الأطفال لان قبل كده ما كانش فيه أدب أطفال بشكله اللي هو الرسم اللي هو بدأ على ايد الكاتب الكبير الرائد أدب الأطفال أستاذ كامل كيلان ففي العشرينيات لقينا ان اول مكتبة متخصصة لبيع أدب الطفل كانت موجودة في الوقت ده وان ظهر اول عمل ايضا للكاتب الكبير ورائد أدب الأطفال الأستاذ كامل كيلاني في الوقت ده فمن زمان ولجنة ثقافة الطفل من مراحل سابقة وهذه المرحلة ايضا برئاسة مقررتها الأستاذة فاطمة المعدول والمركز القامل ثقافة الطفل كانوا فيه رغبة في الحقيقة في ان لابد ان يبقى فيه جائزة كبيرة لكتاب وقدباء الأطفال ورسامين الأطفال ايضا وفنانين فالتقد في الحقيقة الرغبة احنا بكلم في أطفال لحد سن كبير لا هنا الأطفال من سن المفترض الطفولة من سن يوم لغاية سن 18 بس احنا مش يعني المسابقة ليست للأطفال ولكن المسابقة لكبار الكتاب ولكبار الفنانين وفي الحقيقة ما كانش فيه مسابقة كبيرة في مصر أو جائزة كبيرة في مصر لكتاب الأطفال ولا الرسامين ولا مبدعين الأطفال فيعتبر دي جائزة كبيرة وكانت مطلوبة جدا من وقت كبير أو من وقت طويل فات والحمد لله لجنة ثقافة الطفل برئيسة مقررتها دكتورة فاطمة المعدول عرضت على الدكتور هشام عزمي الأمر وطبعا تمت الموافقة بمباركة معالي وزير الثقافة وانطلقت المسابقة من يومين وعمل صدق كبير جدا عنده كل الكتاب وعنده كل الأدباء والفنانين لأنه مهم جدا تشجيع الكتاب اللي بيكتبوا طبعا لأدب الأطفال إزاي طورت الكتابة للطفل؟ من الواقع المساس كامل كلاني من العشرينيات لحد دلوقتي بالتأكيد مررنا مراحل كتيرة جدا مختلفة لازم كمان يتبعها تطور في طرق الكتابة للأطفال تمام هو طبعا كانت الكتابة للطفل دي موجودة من أول يعني لو قلنا من فجر التاريخ على اعتبار أن الأغاني أو يعني التيمات أو الترانيم اللي كانت الأمهات بتقولها للأطفال هنعتبر أن دي جزء من أدب الأطفال ولكن ظهر أدب الأطفال بشكل رسمي يعني نقدر نقول البداية الأولى في العشرينيات مرحلة كامل كلاني مرحلة كامل كلاني دي المرحلة الأولى اللي كتاب الأطفال في الحقيقة وده المرحلة اللي اهتمت بالتراث بشكل رئيسي وبشكل مهم جدا وكانت بتنهل من فكرة التراث والتاريخ والأدب الشعبي إلى آخر جات بقى مرحلة تانية مهمة وهي مرحلة بسميهنا مرحلة الرواد رقم اثنين في الأدب الطفل والأستاذ عبد واب يوسف والأستاذ عقوب الشارين والأستاذ أحمد نجي دي المرحلة التانية اللي بدأ فيها تطوير لأدب الطفل بدأ بقى الانفتاح وما كانش بس الكتابة مستلهمة منه التراث الأستاذ كامل كلاني والأشياء الشعبية ولكن بدأت تحط إيديها على الواقع الاجتماعي اللي احنا موجودين فيه أيضا وأيضا لم تنسى التراث ولا التاريخ ولا دايان بعد كده جيه مرحلة تالتة هي جيل بقى نقدر سميها جيل الستينيات والسبعينيات بدأنا نشوف بقى كتابات لصنع الله إبراهيم بدأنا نشوف كتابات لي محمد جبريل جيه بقى جيل السبعينيات اللي بعد كده حصل تطوير كبير في الكتابة بقى نقدر نقول جيل الأستاذ فاطمة المعدول جيل الأستاذ محمد المنسى أنديل جيل أستاذ جاري النبي الحلو أحمد سويلم وآخرون بعد كده جيل جيل بقى الثمانينيات والتسعينيات في المرحلة اللي كان فيها اهتمام كبير بالقراءة للجميع جيل بقى فريد معوض جيل جمال عساكر جيل محمد المطارئي جيل انتصار عبد المنعم جيل عبد الزراع أجيال بقى عبد المقصود محمد يعني أجيال كتيرة بدأت تتطور لغاية موصلنا للجيل اللي احنا موجودين فيه دلوقت طيب سويس محمد إزاي أنا أربط الطفل أو المراهق اللي بيقرأ الكتاب بالتراث والعداد والثقافات اللي احنا متعودين عليها وبما يحدث عالميا ودلوقتي الأطفال مطلعين على كل شيء واختيار المحتوى اللي بيتقدم اللي حيشارك في هذه الجائزة بيتم إزاي لا هو الجائزة لها لها سياق تاني يعني سؤال حضرتك اللي هو شقين في الحقيقة المحتوى اللي بيقدم للطفل ده محتوى الكاتب نفسه هو اللي بيختاره وعليه أنه يختار المناسب والملائم لعصر الطفل اللي احنا موجودين فيه بمعنى أن الطفل دلوقتي ممكن يكون له متطلبات أخرى خلاص وأليات أخرى غير اللي مطلوب زمان على الأقل ما يمس عصره يعني مهم جداً اللي أنا أكلمه مش ممكن أقدر أتغافل فكرة السوشال ميديا ولا الموبايل ولا الإنترنت ولا الألعاب اللي هي العالمية اللي موجودة اللي بتشده ضروري أن الكاتب هو بيشتغل يكون بيكتب ده برضك بوازع من طراثه اللي هو بيشتغل عليه يعني لازم الصقافة تبقى موجود إنما الجائزة محتوى الجائزة ده هو كل كاتب أو كل فنان مطلوب منه إنه يقدم خمسة أعمال بتعبر عنه وتبين الأعمال دي إن هي تاريخه في خلال عشر سنين يعني يكون على الأقل بيكتب أو بيرسم للأطفال في مدة ما تقلش عن عشر سنين الخمس كوتم دول هيعبروا عنه بقى يعني هيقدمهم قصة رواية شعر مصرح سيناريوهات استريب كارتون إلى آخره يعني المهم إن هو يعبر عن نفسه في مجمل العشر سنوات باللي هيمثله في قدام لجنة تحكيم زي ما بيقول طيب سيد محمد شايف إنه من الأهمية بما كان يكون فيه للأطفال كتابة دلوقتي بتعتمد على الخيال لأنه طبعا إحنا زمان لو كنا اعتمدنا على الخيال كان الجيل غير الجيل فكان إن إحنا ممكن نصدق حاجة من وحي خيال اللي بيرويها ويكون فيها حكمة ويكون فيها تعلم شيء ما ده كان بيحصل زماني مع الجيل الحالي وهو جيل ممفتح وحضرتك عارف حاجة زي نعم نعم أنا بتكلم في الطفل وعنده خمس ست سنين بيبقى عارف كل حاجة وممفتح وشايف ومواقع التواصل الاجتماعي ما خلتش طفل يعني نقصه حاجة يعني نعم يقدروا يوصلوا للمعلومات بمنتهى السهولة وقد تكون معلومات خطأ أو كده لكن أنا بتكلم عن فكرة استخدام الخيال أو الاعتماد على الخيال في هذه الكتب هل هو من مصلحة هذا الجيل؟ طبعا ده هي الخيال هو نقدر نقول يعني الحصان المحرك للمستقبل بمعنى أن لو الكاتب ما نمتش ما قدرش أنه هو ينمي خيال الطفل مش خيال أدبي بس هو طبعا في نوعين من الخيال الخيال الأدبي اللي احنا بنعيشه وفيه حاجة اسمها الخيال العلمي اللي هو موجود فيه كتابة للمرحلتين دول أو لاتجاهين أو للمحتويين دول فيه كتاب بيكتبوا في منطقة الخيال العلمي والأطفال بيحبوا ده بشكل كبير يعني ولكن هو في العالم العربي ككل مش في مصر بس محتاجين أن احنا نأكد ونركز على المرحلة دي وفي الحقيقة كان فيه مجموعة من المسابقات بتطلع متوجهة بشكل مباشر لكتابة رواية الخيال العلمي أو مصرحية الخيال العلمي أو قصة الخيال العلمي ده بياخدنا في الحقيقة للمستقبل بشكل جيد جدا وبيتماز بشكل كبير مع مسابقات بتطلقها وزارة الثقافة يعني على سبيل المسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير اللي أصدر قرارة السيد فخام السيد رئيس الجمهورية سنة عشرين اللي هي بالقرار ميتين واربعة فيه يعني لها ثلاث محاورة المحور التالت أو الفرع التالت بيهتم به حاجة اسمها التطبيقات والابتكار التطبيقات والابتكار ده مهم جدا فيه ان احنا نطلقه علشان نزود جرعة الخيال العلمي عند الطفل لانك انت ممكن تفاجأ مش تفاجأ انت بتفاجأ طول الوقت بيعني مش عايزة أقولك ابتكارات في منتهى الروعة لو احنا أخدناهم الأطفال دي وتم يعني تبني هذه الابتكارات وانا في الحقيقة بدعو الشركات الكبيرة في مصر والهيئات الوطنية زي هالعربية للتصنيع الانتاج الحاربي المؤسسات الوطنية الكبيرة اللي موجودة عندنا اللي هي تتبنى ابتكارات الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وأيضا في المركز القامل صفت في مسابقة بلى عشر سنين اسمها المخترع الصغير وإصنع كتابك الإلكتروني لو احنا تبنينا المسابقات دي هي فكرة الخيال اللي حضرتك بتتكلم عليه لأنه ده بيتمس مع الواقع بشكل مباشر فلما اجي اكتب أنا بقى ككبير ممكن أنمي المنطقة الأدبية في منطقة الخيال وأنمي أيضا المنطقة العلمية دي وأعمل مسابقات للأطفال في الصياق ده وهي الدولة في الحقيقة بدأت تهتم وفي الحقيقة يعني الجايزة بدأت إحنا في عامها التاني تحت رعاية حرم السيد رئيس الجمهورية سيدة انتصار السيسي في الحقيقة يعني يعني برضك من الحاجات الجميلة في الجايزة إن فيه قبال وإن هي زادت الدولة زودتها من 16 جايزة ل16 طفل بقت 32 جايزة يعني فيه 32 طفل هيفوزوا هذا العام فكرة طول الوقت إن مصر بتبحث عن مواهبها إن بتدعم المواهب دي بترعاها ده شيء مهم جدا طيب أستاذ يعني محمد بنتكلم عن مواهب ويمكن أسر كتير بتشوف إن ولادها مواهبين لكن مش لقين الفرصة نهار ده أنا شايف في ابني المواهبة أتوجه لفين أو أعمل إيه تمام يعني عايز أقول إن قطاعات كثيرة في الدولة بتشتغل على منطقة المواهب وفيه أصلا برنامج للحكومة المصرية اسمه دعم ورعاية المواهب ضمن خطة الدولة ككل وضمن هدف أساسي من أهدفها ده برنامج أساسي موجود في كل الوزارات لو اتكلمنا على وزارة الثقافة تحديدا هقول لهم أنتوا عندكم مجموعة من الأماكن ومجموعة من المسابقات اللي هي قادرة على اكتشاف هذه المواهب يعني المركز القامل بثقافة الطفل دار الأوبرا المصرية الهاية العامة لأصول الثقافة صندوق التنمية الثقافية كل دي عبارة قطاع الإنتاج كل دي عبارة عن أماكن دي جهات يتوجه فيها يعني لو هو مثلا سيف أسوان هيلاقي أصول ثقافة أسوان لو هو في دميات هيلاقي أصول ثقافة دميات ودميات الجديدة وهكذا يعني هيلاقي أماكن من دي ده رقم واحد أماكن هيبلاقي فيها ناس تكتشف مواهبه أو على الأقل هيقولهم هو عنده إيه فينموله الحكاية دي أو أبسط حاجة هيوجهه التوجيه الصح ده رقم واحد رقم اتنين في دلوقتي قلنا مجموعة من المسابقات المهمة جدا على رأسات طبعا جائزة الدولة للمبدع الصغير وده جائزة سنوية بيتم استقبال الأعمال بتاعها من واحد تسعة يعني الأطفال دلوقتي يبدأوا يشتغلوا فيه الأدب قصة شعر مصرح الفنون هنا عسف رسم فيه التطبيقات الإلكترونية ابتكارات وتطبيقات لو هم شافوا بقى التمانية دول بيفوس بهم اتنين وثلاثين طفل كل سنة قيمة الجائزة أربعين ألف جنيه بالإضافة للدرع اللي بياخدوا بالإضافة إلى الرعاية ونشروا كتبهم سنوية تاني حاجة المركز قام بثقافة طفل بيعمل ما يقرب من عشرين مصابقة سنوية بيتم الإعلان عنها بالتعاون مع التربية والتعليم ومع أيضا الوزارات الأخرى المختصة بنبعث لهم أيضا أسور الثقافة بتعمل مصابقات دائمة فيه برنامج كمان مهم جدا اسمه ابدأ حلمك للشباب الصغير الشغال على مستوى الجمهورية نحن بلتكلم عن عدلة ثقافية أيوان الله هنا ورحمة الدكت ده جزء تاني برنامج تاني من البرامج اللي وزارة الثقافة بتطرحه في استراتيجيتها اللي هي العدلة الثقافية إن لابد إن كل الناس في مصر كلها يستفيدوا من الأنشطة مش القهرة والجهزة واسكندرية فقط لا مصر كلها يعني الجوائز مهمة بكل تأكيد لأنه هدفها في النهاية هو الطفل الطفل يكون مبدع والجميل كمان في الجهزة اللي بنتكلم عنها النهاردة إن احنا بنشجع الكتاب وفي النهاية طبعا بالتأكيد هينعكس على كتابته أكيد طبعا لأنه كان بصراحة الكتاب والفنانين يعني لفترات سابقة لهم عتب كده يعني إيه إن دول أخرى شقيقة ومحترمة وموقرة بتعمل جوائز كبيرة خاصة بأدب خاصة بأدب ورسوم الأطفال وإحنا اللي ابتقرنا ده أصلا يعني مصر اللي عملت ده من فترات سابقة وكانت الناس بديلنا طب إحنا توقفنا فترة لكن حالة من التراجع لا أحنا مش هنقول تراجع حالة من التوقف طبعا يعني ما حدث فيه قبل 2014 طبعا حالة عمل برضا مش استقرار كان موجود الحمد لله الدولة استعادت بيتها واستعادت عفيتها وكل شوية بقى لكن تأثرت وزارة الثقافة بكل قطعتها زي ما كل الدولة تأثرت بالتأكيد ولكن في الفترة اللي هي في الحقيقة في تفرأ في الأربح سنوات الأخر في الحقيقة في المنطقة الثقافية بشكل جيد ومع لوزارة الثقافة فيها بتبزل مجهود كبير هي والزمل في القطاعات كلهم على أساس أن نحن نوصل لكل الناس لأن نحن نشتغل ضمن استراتيجية الدولة ككل يعني كان زي ما الناس كل واحد شغال كما يريد إنما لا دلوقتي فيه استراتيجية للدولة وكل الوزارات شغالها تحت رؤية استراتيجية اللي موجودة يعني هتلاقي أنا مثلا على سبيل المثال فيه زي ما حضرتك قلت العدالة الثقافية وزي ما صديقنا الحبيب قال فكرة دعم ورعاية المواهب هتلاقي البرنامجين دول موجودين دعم ورعاية المواهب ده ما هتلاقيه موجود عندنا وموجود فيه وزارة الثقاف موجود فيه وزارة شباب موجود فيه وزارة دطم معنى كده إن فيه برنامج الدولة كلها شغالة عليه في الحتة دي يلا كلكم اشتغلوا تحته فيبقى فيه رؤية وفلسفة في النهاية يطلع الناتج جيد في النهاية غير إنه كل واحد شغال بقى يعني كما يريد يمكن يبقى شغال كويس وزال فل وتمام بس في النهاية مش مترجط على هدف واحد ولذلك الهدف الرئيس بقى اللي تحت كل ده هو بناء الإنسان المصري اللي فهندرس أطلقه في الحقيقة مع بداية من عدة سنوات إنه لابد إن بينه الإنسان المصري يجتمل عليه بقى كل يجي تحت طول الفروع اللي احنا بنتكلم عنها دي عظيم احنا وصلنا للطفل في الأقاليم بالنسبة لأدباء الأقاليم فرصتهم المشاركة تكون عاملة ازاي أدباء هنا مش مرتبطة لأديب بأقاليم ولا أديب مصر هما صموهم الهيئة العامة لأصول الصخافة حتى يعني أطلقت على مؤتمرها الكبير اللي هو الأساسي مؤتمر أدباء مصر بس في الأقاليم فاللفظة دي في الحقيقة هما معدوش بيحبوهم فيش حاجة اسمها أدباء أقاليم هما أدباء مصر ولكن يسكنون في الأقاليم الجازة طبعا جازة كامل كيلاني مفتوحة لكل الناس بكل الأعمار بس بالشرطين اللي احنا قلنا عليهم دول الشرط الأساسي إنك على الأقل قدم مجموعة خمس أعمال الشرط الثاني إنه كنت عملت إنجاز في خلال عشر سنين لأنها في النهاية لو بصنا نها جايزة منجز برضك للكاتب أو للرسام ويعني أتصور إن في السنين القادمة هذه الجازة سوف تقبل يعني هتكبر عن كده يعني وهتزداد وإن شاء الله تكون هي الجايزة تبقى منصفة ما بين الكاتب ورسام لا هي 100 ألف جنيه للكاتب و100 ألف جنيه للرسام وقد يفوز الكاتب ورسام من روايات مختلفة أو من كتب مختلفة طبعا طبعا يعني مش لازم للنفس الرواية لا بالتأكيد لأن كل واحد هيعبر عن نفسه بخمس أعمال وممكن يتصادف يكون مع نفس الكاتب يعني ممكن كاتب ورسام كاتب يقدم الخمس أعمال مثلا متصادف مع رسام له خمس أعمال مقدمهم فيبقى برضك فكرة مش بطالة طبعا بكل تأكيد نحن مشكلة شكرا جزيلا لا نحن لشكلين وشكرا على وإن شاء الله قريب نفرح بأدباء نص صغار المبدع الصغير وإن شاء الله هتعلن هتعلن في نصف ستة يعني في ستة بإذن الله إن شاء الله كل شكرا لك يا فاند أستاذ محمد نصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل شكرا جزيلا شكرا جزيلا